بجعنا لكم تاني وبركة حبدتي بشرف من الوقت في الستوديو المهندس أمجد مرجان رئيس مجلس أمانية مؤسسة نبض الحياة أهلا بحذك شمهندس أهلا بحذك شمهندس أهلا بحذك وبداية كده لو إحنا بنتكلم عن مؤسسة نبض الحياة فالناس كلها تقريبا يعرفوا مؤسسة نبض الحياة مشروع وقف النخيل الدهي للفترة اللي فاتت حصلت تغير كامل بقينا مشهورين بوقف النخيل كأيكونة إحنا طبعا الحمد لله إحنا كان لنا أصطبك إن إحنا بدأنا المشروع بالفكر بتاعه ده وطبعا لنا الشرف إن إحنا يعني فيه مؤسسات تانية بتحاول تاخد نفس المنهج نجحته في التجربة التجربة كانت العشة فدان لكن التطبيق هو الألف فدان فده السكيل كبير شوية من العشة فدان للألف فدان فكان المعايير مختلفة اللي إحنا بدأنا بيها واشتغلنا بيها لا يعني هو الفكرة كلها لما يعني طالما احنا بنقول مؤسسة نفض الحياة يبقى وقف النخيل يبقى نجحنا في مشروع معين كان يعني إيه كان مقاومات النجاح أو إيه اللي ساعد على إنجاح المشروع ده فتكون المؤسسة الرائدة في مشروع وقف النخيل فحتى يبقى الناس ما تيجي تبقى عايزة تخوض التجربة تيبقى تخوضها من خلالكم يعني إن هي تبقى عايزة لأنه إنتوا عندكم مقاومات النجاح أو نجاح التجربة اللي هي نجحت بشكل كبير فيعني أكيد ليه مقاومات إنتوا تحفظوا بيها يعني أو إنتوا تميزتم بيها تمام أول حاجة طبعا نستعانة بالله ده أول أول كان طانية حاجة كانت الاستعانة بالخبراء أهل العلم والخبرة في المجالات المختلفة اللي أهلتنا نحن كل حاجة محطوطة معمولة محطوطة ومتخططة صح من أول خالص سواء تصميم شبكات تأسيم الأرض نفسها طبعا دكتور باسم ودكتور عيزاندر في الاختيار الفسائل والأنسجة اللي لها بصمة ورصية معروفة لها وصول معروفة عشان نضمن أعلى جودة الطاقة كل منظومة دي كلها كانت لازم نستعين بناس دي باستة دي باستة أنه أحسن ناس في كل مجال عشان نضمن أن الحاجة الحمد لله طلع بشكل تم التقطيط له تمام يعني هو أننا أستعين بخبرات في هذا المجال حال كان عندكم تخيل أن أنتوا هتنجحوا بالشكل الكبير دا؟ كان عندنا ثقة طبعا بالله الحمد لله أنتجوبة دي هتنجح كنا شايفين الرؤية دي من أول ما بدأنا المشروع فعش كده كنا ماشيين بخطوات صحيحة وخطوات مدروسة ومحسوة بس بدأتوا بأنشرة رأية الحمد لله عندنا أنشرة دا احنا كموساتة من 2014 عندنا كمية مشاريع الحمد لله كتير قوي منها سطرة منها تسئيف وسكن بناء مساكن من نزل السقوط منها ساقي الماء طبعا دا لوحده أربع مشاريع أبار نوعين أبار أمطار وأبار ارتوازي ومحطات مياه وتوصيلات مياه في عندنا كمية فيه مساعدات فيه جمب الجوامع فيه عندنا أنشرة كتير قوي بس يمكن التركيز السنة الأخيرة عشان كانت تجربة فريدة من نوحة المؤسسة تبدأ تعمل مشروع بشكل العام